واللجنة المركزية للخدمة العسكرية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقد عقدت اليوم اجتماعا لها وفق أحكام القانون المتعلق بهذه الخدمة حيث قامت بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء بلاغنا لوزير الداخلية ذكر أنه تبعا لذلك قامت اللجنة بالأخذ بعان الاعتبار مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن بين الجهات هذا الاجتماع للجنة المركزية المختصة بعملية التجنيد بمقر وزارة الداخلية مكن من حصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء مع الأخذ بعان الاعتبار مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات وفق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية وتنفيذ لتعليمات جالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية وفي إطار الإعداد العامية الإحصاء المماهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل أمام الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 السنة في السادس عشر من مايا المقبل والمتوفرين على شروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية ستفتح عملية الإحصاء ابتداء من يوم الثالث عشر من دجنبير الجارية إلى غاية العاشر من فبراير المقبل فهم مدعوون إلى ملء استمارة الإحصاء عبر موقع إلكتروني خاص بداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء بعد التوصل بإشعار الإحصاء من السلطات المحلية كما يمكنهما التأكد عبر الموقع الإلكتروني نفسه من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء الاستمارة بلاغ وزارة الداخلية يؤكد أنه يمكن للشباب دكورا وإناتا الذين لم يتم استدعائهم لملء الاستمارة والراغبين في أداء الخدمة العسكرية يمكنهم أن يقوموا تلقائيا ابتداء من الثالث عشر من دجنبير الجارية بملء الاستمارة وهو الأمر نفسه بالنسبة للشباب من أفراد الجارية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية الراغبين في أداء الخدمة العسكرية ويمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه الخدمة إما لدى السلطات الإدارية المحلية أو لدى المصلحة الإرشاد المحدثة بمقر العمالات والأقاليم وعملات المقاطعات أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لعملية التجنيد ترجمة نانسي قنقر